نسبة للأعضاء كمان الابليكيشن ده عايزين حضاك توضحه أكتر إزاي عضو النادي بسهولة هيقدر يستفيد بيه في الفترة الجاية طيب يعني مطلوب من عضو النادي إيه بعد تفعيل الابليكيشن ده مجرد إن هما يفعل الابليكيشن احنا يكون عندنا متواجدين في كل فرع من فروع النادي هنكون موجودين إن شاء الله في زايد وفي الجزيرة وفي مائية ناصر هيكون في بوث مخصص لاستشارة عضو النادي بسهولة جدا بعد يوم ينزل الابليكيشن وبيتجه للبوت ده بيدفع الاشتراك وبي يوري كارنين نادي فبالتالي احنا بنعرض صور عشان حاجة تشرح لنا 60 بالصور كمان طيب خليني كمان أتكلم عن ده صورة الابليكيشن فببساطة جديدة جدا عضو النادي أو أي حد من الجماهير إن هو بيدخل هنا الأعراض اللي عنده فبيكتبها بطريقته تماما مش بحتاج طريقة علمية بعد كده وده option سواء يكتبها أو ما يكتبهاش ولو عنده صور يقدر يرفع الصور وبعد كده بيطلب إن هو بيكلم الدكتور في خلال أربع دقايق وقال من أربع دقايق كمان بيلاقي الدكتور على طول هو بيكلمه سواء عن طريق مكالمة تليفونية أو إن هو عن طريق مكالمة نصية بياخد الاستشارة بتاعته بعد بيخلص الاستشارة في حاجة بها مهمة جدا بيروح يعمل تقييم للخدمة وتقييم للطبيب وده هميته إن احنا بنحرص دايما على الجودة بتاعت استشارة المقدمة لعضاء النادي الأهلي بعد ما بيقدم بيعمل التقييم ده بيجيلوا على طول تنبيه أو نوتفيكيشن على الموبايل أبليكيشن بالرشدة أو بالتوجيه المطلوب منه عشان يعملوا ليساعدوا في الأعراض اللي هو كان مقدمها والمعلومة إزاي هتحطوا ببنامج يا دكتور يكفل إن المعلومة القليلة اللي بتصل يعني من غير توقيع كشف موضية على المريض أو اللي عنده شكوى من أعضاء النادي إزاي تتأكدوا إن المعلومة كافية عشان تدوله نصيحة مؤثرة في الحالة دي إحنا لازم نتكلم على الأطباء اللي هم موجودين معنا في الأبليكيشن اللي بيرده اللي بيقومه مهمة التقييم والرد صحيح إحنا عندنا فريق من الأطباء الفريق ده أختير بعناية كل الدكاترة أقل واحد فيهم معا ماجستير بيشتغلوا في الطب البطنة العامة بيشتغلوا في الفاميلي ميدسن أو اللي هو طب الأسرة وده هو وظيفة أصلاً الطبيب الأسرة ده إنه هو يوجه الشخص اللي بيكلمه إنه هو يعمل إيه لو الحالة بسيطة اللي احنا نسميها في الطب عندنا برايماري هالث كير حالة أولية فهو يقدر يساعده إنه هو بيكتب له مثلاً يقول والله فيه توصية إنك ممكن تاخد الدواء الفلاني أو إنك تعمل تحليل أو إنك تعمل أشعة أو والله لا أنت محتاج إنك تروح لدكتور عشان يكشف عليك طب أنت تعرف دكتور لو يعرف كان بيه ما يعرفش أنا أدرى يعمل له ريكمنديشن للأفضل اللي هو عارف في المجال ده أنه هو بيوصي بيه بالضبط إذا ما يروح لدكتور أو يروح للمستشفى فهو هيوصيله على المستشفى الأقرب مكان لكن وارد إنه يدي له نصيحة طبية بتناول دواء معين في الحالات البسيطة اللي هي مؤكدة إنه ده هيبقى فعال فيها بتكون توصية طب خلينا أكلمك برضو على الحاجة وإن الموضوع ده ممكن يكون جديد في مصر ولكن هو بقاله أكتر من 15 سنة برى مصر في أمريكا في دراسة من الـ WHO بتقولك إن 70% من الحالات اللي بتروح الطوارئ مش محتاج إنها تروح الطوارئ ويمكن علاجها عن طريق التليفون تمام ولذلك بقى في شركات موجودة في أمريكا إنها للموضوع ده بس إن هو إزاي يقدر استيدي استشارات طبية عبر الهاتف فعن طريق تطبيق حتى بس بدرجة تقبل إن الشخص يعالج في مكانه وإن غير ما يروح المستشفى أنا معاك إحنا طبعا ما ننصحش في الإمرجنسي ولكن في الإمرجنسي أنا قدر أقول له ممكن تعمل إيه لحد ما تروح الطوارئ في المستشفى فعايز أقول لك إننا نتكلم في عنطات الشرق الأوسط الموضوع بقى موجود في حين كمان إن في بعض البلاد الحكومات هي اللي فيها الموضوع الاستشارة التليفونية أو بنتكلم عليها التطبيب عن بعض اللي هي التلي مادسن في مصر هنا كان برضو لنا الحظ والسبق إن إحنا نكون من أول الشركات اللي بنقدم الموضوع ده وكان من أهمية الموضوع إن إحنا نكون مدين إن شاء الله مع كيان كبير زي النادي الأهلي وكان يهمنا إن أعضاء النادي الأهلي كمان يستفيدوا من حاجة ترجمة نانسي قنقر